كوب 27 أو كوب 27 اللي حاصل في شرم الشيخ ده بيساوي ايه؟ هو مش بس بيساوي انه اعادة شرم الشيخ الى خريطة السياحة الدولية في المكان اللي تستحقه لا هي في مكان تستحقه جدا كانت من زمان بس لما تحولت الى مدينة خضراء مع وجود اهتمام حقيقي من قبل العالم البشر الناس عايزة تتحول الى اقتصاد اخضر الناس عايزة تعيش عيشة زي ما نقول كده بالمصر الفصيح عيشة نظيفة عيشة ما فيهاش تلوس لا في المية ولا في الهوى ولا يشوفوا حواليهم مناظر يعني تلوس ابصرهم ولا يسمعوا دوشة تلوس اسمعهم فشرم الشيخ تجمع كل ده ما بين انها مدينة سحية عظيمة جدا وما بين انها مدينة خضراء بالمعنى الحرفي للكلمة كل ما فيها هو صديق للبيئة لك ان تعلم انه على سبيل المثال اظن احنا عارفين ان نياردو ديكابريو واحد من اهم الممثلين في العالم اللي مهتمين مش بقولك انهم من اهم الممثلين هو من اهم الممثلين فعلا اللي لم يكن اهمهم على الاطلاق في بعض الافلام اللي عملها مؤخرا بس سيبنا من ده هو الراجل مهتم جدا بمسألة الحفاظ على البيئة والحفاظ على جودة الحياة على هذا الكوكب فهو من ضمن الناس اللي بتستقملهم شرم الشيخ ان هنا بعكسلك الصورة حتى عند نخبة الفنانين اللي على مستوى العالم السوبر دوبر ميجا ستارز اللي على مستوى العالم حتى دول مهتمين بدا افهم من هنا ان دول في وقت من الاوقات قريب جدا الشتة ده والشتة اللي بعده وممكن يجولك في فصل الصيف الى اخره تتحول شرم الشيخ الى وجهة الايه بقى السوبر ستارز بتوع العالم مش بقى كومو في ايطاليا ومش عارف ايه في الناس دي جايلك على هنا الحاجات اللي زي كده ما بتبقاش عدوى خبيسة بتبقى العدوى المفضلة المطلوبة ده هتلاقيه بينتقل للمدن السياحية المصرية بتاعتنا لانه كله دلوقتي بيتحضر للاخضر وكله دلوقتي بدأ الشغل على هذا المنوان لاحظ انه الكلام اللي كانت بتتكلم فيه سالي على سبيل المثال وكان بيتكلم فيه كريم انه حتى عندنا الاوتلات بلو المطار اصبح كمان جانب كبير جدا منه بيشتغل بالطاقة الشمسية وهكذا اللي حاصل في مصر مش بس في شرم الشيخ اللي حاصل في مصر اقتصاديا فيما يتعلق بالاقتصاد الاخضر صديق البيئة بتتكلم على بلد بتشتغل على توليد الهايدروجين الاخضر وبلد عندها اكبر حقول الطاقة الشمسية على مستوى العالم وبلد اصبحت بتشتغل على معالجة المياه وبتشتغل على توليد المياه من الرياح الاخ 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 هي بلد مشي في هذا الاتجاه هو بمنطقة القوة ده واحد اتنين زي ما كنت بقولك وزي ما زملائي كانوا بيأكدوا دلوقتي في الرسالة بتاعتهم دي اول قمة مناخ في السبعة وعشرين قمة كلهم اللي تبقى قمة التنفيذ